تحقق توقع جديد لمشي الحايق وانقلاب في دولة عربية اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم انا وهي هو النجوم لو اول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وطفع الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ولو الفيديو عجبكم ياريت لايك وكمان توشير زي ما حضرتكم ملاحظين تقريبا كل يوم بننشر فيديو تحقق لمشي الحايق وكمان بنذكركم بتوقعته اللي قالها ليلة راس السنة 2021 النهاردة معانا توقع اتحقق بالفعل في دولة السودان تعالوا كده نشوف ايه اللي حصل وايه اللي قالوا مشي الحايق وتحقق نشرت العديد من الصحف ووكالات الاخبار خبر عن محاولة انقلابية فشلة في السودان اسر تحركات اخوانية اعلن التلفزيون الرسمي السوداني احباط محاولة انقلابية في البلاد دون تقديم المزيد من التفاصيل فيما قال الناطق باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان ان الوضع بات تحت السيطرة موجها الدعوة الى السودانيين للدفاع عن البلاد وحماية المرحلة الانتقالية حيث حاول دباط سودانيون يوم السلساء القيام بنقلاب والاستلاء على السلطة وقد اعلن مجلس السيادة الانتقالي افشل محاولتهم والقبض على مجموعة من الدباط وبحسب المعلومات الاولية فان منفذ العملية هو قائد سلاح المدرعات ولا تزال الانباء متضربة حيث تحدثت مصادر عن استمرار سيطرته على سلاح المدرعات وقدت العاصمة السودانية الخرطوم على خبر بثه التلفزيون السوداني اعلن فيه عن محاولة انقلاب وصفها بالفاشلة وفي وقت سابق دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الناتق الرسمي باسم المجلس على حسابه في تويتر وفيسبوك السودانيين الى الخروج والدفاع عن البلاد وحماية مرحلة الانتقال وكشفت مصادر عسكرية ان كل شيء بدأ فجرا ومن مطار الخرطوم اولا قبل انضمام وحدات في منطقتين ودي سيدنا وام درمان العسكريتين وسلاح المدرعات في الخرطوم لكن ايه علاقة اللي حصل بتوقعات ميشيل حي تعالوا نشوف ميشيل حي قال ايه عن الموضى ده حركة سودانية بتراوح بين الانتفاضة والتمرد وزي ما شفته في الفيديو اتحقق توقع ميشيل حي فهل تتحقق باقي توقعات خلال الشهور القليلة المقبلة؟ شهدت دبابات واليات عسكرية في مناطق متفرقة في الخرطوم اتجه بعضها نحو مقرية الاذاعة والتلفزيون في مدينة ام درمان قبل ان يعن الجيش احباط العملية وشن حملة اعتقالات استهدفت المشاركين فيها وفقا للمستشار الاعلامي لرئيس مجلس السيادة ووزير الثقافة والاعلام تعالوا نتذكر كم توقع من توقعات ميشيل حي اللي قالهم السنة اللي فاتت ميشيل حي قبل ليرتراس السنة حل ديفا على قناتي الجديد مع الاعلامي نيشان استهل اطلالة ميشيل حي بتوقعاته لعام 2020 التي صدقت وكان منها انفجار الرابع من قاب فقال كنت حزينا لان ما تنبأت به عن مرفق بيروت حصل ولازال ارى انفجارا من نوع اخر في مرفق بيروت انفجار فضائح مع حقائق ستجرف معها سياسيين ورؤوس كبيرة وتحدث ايضا مشيل حي الانسان مؤكدا انه لا يعلم الغيب وجل ما افعله هو جمع المعلومات السابحة في الفضاء وتحولها الى توقعات مضيفا لا اتعامل مع الشيطان وانا ااتي من عالم اخر اسمه بيت شباب كما اكد انه ليس لديه تموح في السياسة لكن اذا عرض عليه منصب وزاري من دون غطاء سياسي سيختار حقيبة لها علاقة بالتخطيط وقال مشيل حيك وافقت على كلمة جهنم التي قالها رئيس الجمهورية مشيل عون ولم اوافق على اننا ذاهبون الى جهنم بل نحن في طريق العودة من جهنم ونحتاج الى سنة مضيفا النار التي كانت موجودة في جهنم لساعتنا ولكنها لن تحرقنا لاننا راجعون وقدم توقعا عن كسروان كسروان على موعد مع سلسلة احداث متسرعة تترك اكثر من اثر سيكون على الكسروانين وعن الدولار قال مشيل حيك سبق وقلت ان اموال الناس ستعود اليهم الاموال كما اختفت ستعود والدولار في السوق السوداء وجميع الاسواق سيكون موجودا حتى في سوق الاحد سيكون طازجا اي موجود وبسعر جيد مشيل حيك توقعته قائلا قسم من الفاسدين بقي في لبنان ولكن لفترة قصيرة لكن كل الفاسدين الى زوال وهناك دربة قاضية للبنان ستنهي كل المعاناة معهدات السلام التي ستوقع بالحبر بين اسرائيل وبعض البلدان العربية سيقابلها عمليات موقعة بالدم في اكثر من موقع اردوغان يخطط لمبعد ايا سوفيا والارتدادات قوية هزيمة الكرونا بعلاج بسيط حتى منقول سخيف فتح عشرات الملفات حول الفيروس من بدء انتشاره وفضائح في السين ادوار باريزة لفنانين بلبنان وسوريا في صنع القرار السياسي سود تهديد اسرائيلي يحدث صدى كبير في لبنان عملية سائرية لقاسم سليماني تحمل ترددات مخيفة في الخارج واروبا سكوت للسياسيين من الصف الاول والثاني والثالث لينجح لبنان انقلاب بداية انحلال منظومة بدم ساخن ولهيب نار اختفاء وجوه تحت عنوان الرحيل في لبنان اعجوبة كبيرة من صنع البشر تنهي الوجع بالرغم من الاغتيالات والانهيارات واعجوبة ثانية من صنع السماء وخلال المقابلة تحدث ميشيل حايق عن اقصى تهديدين تعرض لهما الاول من السوريين عندما كنت صغيرا خلال اطلال لي على احدى الازعات اللبنانية غادرت بسببه لبنان وتبين فيما بعد ان الموضوع سوء تفاهم اما التهديد الثاني فكان خلال وجوده في الطائرة وحصل عطل كان من الممكن ان لا نخرج منه وقال هذا الامر تسبب لي بفوبيا من الطائرات لفترة من الزمن ولكن انا اصبحت اتعامل مع الموضوع بشكل افضل وتابع تملكني شعور غريب في حادثين الاولى بحادث الاميرة ديانا والثاني يوم اغتيل الشهيد جبرانتون لم استطع ان افصل ما شعرت به اتمنى الفيديو يكون عجبكم وما تنسوش اللايك والشير ولو اول مرة بتشوفوا القناة يريد تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد وشكرا لكل واحد يترك بصمته على الفيديو سواء باللايك او بالتعليق اشتركوا في القناة